كلنا على الإطلاق نحن عندنا أعمار غير متساوية على الإطلاق وعندنا احتمالات هائلة ربما إنسان يعيش يوم واحد وإنسان يعيش مئة سنة ونوع عليه السلام ألف سنة وخمسين إذن مهما كان عمر الإنسان من لحظة ظهورنا إلى الحياة حتى لحظة مغادرتنا الحياة بالنسبة لكل فرد فينا هو يوما أو بعض يوم أي حادثة ظهوره للحياة ومغادرته للحياة فسواء عاش مئة سنة، خمسين سنة، أربعين سنة، شهور، أيام، ساعات مات من لحظة الولادة ما في مشكلة أبدا لذلك لاحظوا هذه الروعة، هذا الموضوع الفيزياء الهام في صورة المؤمنون الآية 113 في يوم البعث، في يوم الحساب، سوف يأتينا سؤال لجميعنا على الإطلاق لاحظوا أن السؤال بالسنين سوف نجيب باليوم قال كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ ماذا سوف نجيب؟ جميعا وبلا استثناء قالوا، إذن هنا قال يأتي سؤال واحد، لكن قالوا جميع البشرية قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين إذن كل إنسان ظهور للحياة ومغادرته هو يوما أو بعض يوم لاحظوا هذه الدقة، إذن يوما أو بعض يوم عند أهل الكهف يوما أو بعض يوم عند العزير، كل إنسان ظهوره وبقاءه في هذه الدنيا هو يوما أو بعض يوم بالنسبة له مع أن السؤال سوف يأتينا بالسنين حسب صورة المؤمنون لاحظنا هذه الدقة، لذلك حاليا سوف نذهب إلى صورة فصلة ونتحدث عن أيام الخلق، الكثير يقولون أن أيام الخلق هي 24 ساعة 24 ساعة لا 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 أبدا، أيام الخلق هي 6 حوادث، ربما 6 أحقاب ربما يعني كل حقبة 6000 سنة أو أكثر إذن اليوم في خلق السماوات والأرض لا يعني 24 ساعة وعطينا هذا المثال الضروري عن عملية اليوم سوف نلاحظ في صورة فصلة وصورة النازعات أن الكرة الأرضية، طبعا هي الكرة الأرضية حاليا مكونة من قسمين متلازمين الكتلة الصلبة والغلاف الجوي طبعا الغلاف الجوي هو جزء لا يتجزأ من الأرض يعني الكرة الأرضية في دورانها يدور معها بنفس السرعة الغلاف الجوي لو كانت الأرض هي المتحركة والغلاف الجوي ثابت لتعرضنا إلى رياح معاكسة حوالي 600 كيلو متر في الساعة يعني إعصار هائل سوف يجرف كل السكن وكل البيوت لا يبقي ولا يزر لذلك قلنا لكم إذا طارت طائرة هليكوبتر وتوقفت فوق إحدى المدن سوف تبقى فوق المدينة ولو مر عليها 24 ساعة يعني وطبعا بعض الناس الإخوان اللي ما عندهم أي منطق فيه إزاي قالوا أنه إذا طائرة فرضا أقلعت فوق دبي وتوقفت على الطيار الانتظار حتى الكرة الأرضية هي تدور حتى تأتي بكين تحته مثلا فينزل في بكين هذا الكلام خطأ لأن غلافنا الجوي يدور معنا لذلك القرآن الكريم يتحدث بهذه الدقة قل سيروا في الأرض فنحن في الأرض ولسنا على الأرض رائد فضاء هو على الأرض لكن نحن في الأرض أو لم يسيروا في الأرض نحن لسنا داخل الأرض لكننا نحن في الأرض طالما نحن داخل غلافنا الجوي إذن الأرض مكونة من قسمين سبع طبقات للغلاف الجوي زائد الأرض الكتلة الصلبة الأرض الكتلة الصلبة أخذت أربعة أيام من أيام الخلق الغلاف الجوي أخذ يومين فقط إذن السلسين لخلق الكتلة الصلبة والسلس لخلق الغلاف الجوي هذا سوف نوضحه حاليا لكم إذن أربعة أيام للأرض الصلبة زائد يومين للغلاف الجوي وسوف نلاحظ هذه الدقة الرائعة بين صورة فصلة الآيات من التسعة إلى التناشة وصورة النازعات الآيات من السبع وعشرين إلى تنائي وثلاثين ونركز الأرض أربع أيام وغلاف الجوي يأخذ معنا يومين نأتي إلى صورة فصلة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين يومين من أيام الله وليس أكرر ليس أربعة وعشرين ساعة إذن خلق الكتلة الصلبة حاليا في يومين خلق الأرض في يومين طبعا وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون يجمع الأربع أيام مع اليومين صار عنده المجموع ستة والغلاف الجوي يومين يقول لي أصبح المجموع سمانية أين الخطأ الذي لم ينتبه له أربعة أيام من ضمنها هذين اليومين يعني حتى الآن أصبح المجموع أربعة وليس يومين زائد أربعة إذن خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي أصبح المجموع أربعة زائد يومين للغلاف الجوي فقالت على خلق السماوات والأرض في ستة أيام إذن الموضوع رائع جدا ويحتاج إلى قليل من الانتباه إذن الأربعة لا نجمعها معنا اليومين فاليومين من ضمن الأيام الأربعة إذن هنلاحظ أن تكوين الأرض الكتلة الصلبة أخذ أربعة أيام ثم استوى إلى السماء عندنا استوى إلى واستوى على استوى على أي اكتملت المعايير والأسس مثال قال تعالى عن النبات استوى على سوقه على سوقه أي أصبح ناضجا وجاهزا للحصاد لكن استوى إلى أي المعايير غير مكتملة وتحتاج إلى الإكمال لا أزوازي الدقة لم يقل استوى على السماء استوى إلى السماء لأنها لم تكن مهيئة مثل وضعها الحالي وهي دخان كان الدخان كوني لا يسمح بأشعة الشمس بالدخول إلى الكرة الأرضية الصلبة ثم استوى إلى السماء وهي دخان طبعا السماء يقصد السماء الدنيا التي هي غلافنا الجوي فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ماذا يعني هذا الكلام الرائع؟ طبعا ائتيا طوعا أو كرها أي لاحظت أيتها السماء الغلاف الجوي وأيتها الأرض لاحظت أن الله سبحانه وتعالى لم يقم بالخلق بطريقة يكون فيكون الفورية في أربعة أيام بطرق السببية فقال لهن وللأرض إلى غلافنا الجوي طبقات السبعة قال لها ولأرض ائتيا طوعا أو كرها أي طوعا أي أتابع الخلق بطريقة مبدأ السببية أو كرها أن أكمل الخلق بطريقة يكون فيكون فاختارت السماء والأرض مبدأ السببية وليس بطريقة يكون فيكون قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين إذن بمبدأ السببية يعني وليس إكمال الخلق بطريقة يكون فيكون وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا واضح أن السماء المقصود فيها هي السماء الدنيا أي غلافنا الجوي المحيط بالأرض وهو عبارة عن الطبقات السبعة بمصابيح وحفظا طبعا حفظا من الشهب والنيازك ذلك تقديره العزيز العليم نلاحظ ترجمة نانسي قنقر